أرحب بضيوفي في الستوديو مدير عام قناة سكاينيوز عربية نديم طيش الإعلامي والمحلل السياسي أستاذ عماد الدين أديب وأيضا محرر سكاينيوز عربية للشؤون الأمريكية الأستاذ موفق حرب أهلا وسهلا بكم تقريبا تلت ساعة 20 دقيقة تفصلنا عن المناظرة بين ترامب وكمالة هاريس في البداية ماذا تتوقع؟ أنا الصبار وصف لنا أن الأمريكيين ينظرون على أننا أمام شو سنشاهد مسرحية إلى حد ما أيضا أنا ضد نظريات أنه حيحصل كده أو حيحصل كده الأمريكان علمونا في مدرسة عظيمة جدا أنه إذا فعلت ذلك تكون تلك هي النتيجة ففي حالة لو قام دونالد ترامب بممارسة هوايته المفضلة في توبيخ والضربة تحت الحزام لخصوم السياسيين فهو بالتأكيد سوف يخسر كثيرا فيما يختص بمن هم الذين لم يحددوا بعد موقفهم لأنهم لن يعتقدوا فيه أنه هو الشخص القادر على أن يتحمل مسؤولية الرئاسة ويبدو كأنه مهرق سياسي بينما أنصاره يحبون هذا الترامب ويعشقون هذا الترامب بينما السيدة هارس إذا استدرجت لأنها تكون مثل ترامب آخر تحاول أن تدخل معه وتقع في شرك نفس الاسلوب اللفظي ستخسر لكن أتكلم في المناظرة لكن إذا مارست عملها المفضل وخبراتها السابقة كمدعية عامة تستطيع بقوة الحجة وقوة الكلام القانوني وقد مارست ذلك بقوة في المناظرة الوحيدة التي رأيناها فيها بينها وبين بانس واستطعت أن تسكته عدة مرات وتفوقت عليه في الانتباع الذي أعطته فكل شيء يتوقف على ما هي الاستراتيجية التي أعدها خبراء كل طرف له إذا التزم بها آخر حاجة بالنسبة لترامب إحنا شفنا في خطابه في المؤتمر الانتخابي عقب محاولة اغتياله في المؤتمر الحزب الجمهوري بدأ أول 22 دقيقة قارئا للورقة منضبطا للغاية يتحدث بحساب سياسي رسين ثم ترك الورق وعاد إلى شخصيته ترامب أزيوجول مرة أخرى وانطلق وبدأ في حالة الشجار السياسي والضرب تحت الحزب علما أنه قال بعد محاولة اغتياله بأنه سيغير خطابه وسيكون أكثر توحيدا لأن الولايات المحتحدة بحاجة إلى الوحدة موفق ما رأيك أيضا لأنه البعض يقول وكما ذكر الأستاذ عماد أنه هذه المناظرة الأولى لكمالا هاريس ولكن إذا ما عدنا إلى مناظرتها مع مايك بانس نائب الرئيس مناظرة الرئاسية الرئاسية الأولى لنكون أكثر دقة هي مثل كأن لمعة قامت بها قال أسكتته لمايك بانس نوعا ما وقالت له لا أزال أتكلم نائب الرئيس لازلت أتكلم وهي حصل الضجة وهي صحول هذه الجملة أنا أبدأ من حيث تنتهى الأستاذ عماد رئيس حملة الرئيس السابق دونالد ترامب كوري لوانداوسكي في الحملة الأخيرة كتب كتاب قال دعوا ترامب يكون ترامب لا تغيروا ترامب كيف يستطيع ترامب اليوم أن يلتزم ويكون منضبط هذه هي المفاجأة نحن الجميع ينتظرها أما فيما يخص هذه المناظرة الجميع يطلق عليها اسم مناظرة ولكنها ليست مناظرة بمفهوم الشكل حين تغلق الميكروفونات ما بقى فيه تفاعل يعني هذه اللحظات التي تكلمتي عنها بأنه هي قالت لبينس في المناظرة نائب الرئيس اسمح لي أن أكمل وأسكتاته لا تحضر لا تحضر يعني ما فيه اليوم تفاعل ولا جمهور ولا جمهور بس أنه مجرد أن أنت بتحكي هذا بيجي دوره بيسألك سؤال هذه ما أنها مناظرة بالمفهوم يعني فن المقاطعة فن سكات القسم الآخر غير موجود اليوم بالشكل بالاسم مناظرة ولكن بالشكل ليست مناظرة عنده الكثير ليخسر وهي لديها الكثير لتربح إذا أبلت بلاء حسنا ليش؟ لأنه آخر استطلاع للرأي العام يقول بأنه 33% من الداخبين المحتملين لا يعرفون من هي كاملة هارس لأنه نائب الرئيس لا يكون بالأضواء معظم الأوقات وهي كانت نائبة رئيس ولا تعطي الكثير من المقابلات التلفزيونية في المقابل الرئيس ترامب معروف بنعرفه إلنا من لما كان يقدم برامج تلفزيونية بنعرف حياته الخاصة بنعرف فضائحه بنعرف أدائه فهو شخص معروف لن يتعرف عليه أحد اليوم الميكروفونات مفتوحة ممكن سكري له الميكروفون لو سمح فلسل ترامب عمل لوحده وده ريكورد سبع مناظرات رئاسية تلاتة منهم مع هيلاري كلينتون ووحدة مع بايدن وهو الريكورد المناظر اليوم هي السابعة اليوم هي السابعة فتلاتة مع هيلاري كلينتون ووحدة مع الرئيس بايدن من 1960 منذ بدء نظام الحملات الرئاسية الأمريكية لم يستطع أي رئيس أمريكي أو مرشح أمريكي أن يدخل هذا العدد لذلك هو لديه خبرة وتراكم سواء في المناظرات أو في ما يسمى بالجولات الانتخابية واستمراره في الحوارات الصحفية فهو عنده تراكم إعلامي في هذا الموضوع أسف أستاذ موفق نديم ما رأيك بهذه أيضا النقاط التي تحدث بها أستاذ عماد وأستاذ موفق هل عندك نظرية مختلفة؟ موفق بدأ من حيث انتهى أستاذ عماد أنا أبدأ من حيث انتهى أستاذ موفق أعتقد بأنه المعطل الذي أشار له أنه 28% من الناخبين العمومي يعني مجملا للناخبين ما بيعرفوا كامالة هارس تسعة فقط يلي ناطرين الليلة هيتعرفوا على ترامب يعني ترامب معروف وأنا برأيي هذه النقطة تلعب لصالح ترامب مش لصالح كامالة هارس ليش؟ كامالة هارس غيرت بكتير من المواقف الأساسية وهذا اللي اليوم يعني حتى بالتهم اللي وجهها لأيلا ترامب حول هويتها هل هي أفريقية أم أسيوية أم لاثنين معا ففي عدد كبير من المواقف الناخب الأمريكي لا يعرف لماذا غيرت ولا يعرف مبررات الموقف الجديد يعني هل هو فقط تموضع انتخابي أم هو فعلا تغير في السياسة بأعتقد من الأمور اللي لازم نرائبة اليوم أداء المرشحين وهذا بديهي استراتيجية المرشحين هل سيلجأ ترامب إلى الهجوم والطعن أو سيكون متمسكا بما يسمى الإشوز أو القضايا تأديري أنه لن يستطيع أن يستمر في موضوع الإشوز هو لديه علاقة أصلا متوترة مع المرأة بشكل عام فهذه ستكون مادة استفزاز لإله بقلب المناظرة ما يتحمله من بايدن لن يتحمله من هارس وسرعان ربما سيذهب باتجاه المشاكسة المباشرة مع كاملة هارس وهو مرتاح أكتر كان لبايدن يعني يعرف بايدن تماما يعرف الإشوز يعرف تاريخه يعرف مقاط ضعفه علما أنه قال هزيمة عذرني علما أنه قال هو هزيمة هارس أسهل من هزيمة بايدن يعني حكي يعني حكي طموضوع أنت بتاع في الاتنين اللي بالملاكمة بيكونوا هذا أسلوب عنطر من أبي شداد عنطر من شداد فالنقطة الثانية اللي يجب ننتبه لهو إلى أي حد سيكون بايدن مهيمن على طبيعة السجال بين الطرفين هل ستنجح كامال هارس في أن تغيب بايدن لصالح أنني أنا موجودة كامال هارس خارج عباءة خارج الباب هذه نقطة نقطة كتير مهمة فأنه هي بدأت تبعد عن بايدن بدأت تكون استمرار لأوباما بس لا يمكن أدفية تبعد عن بايدن هي تريد أن تكون استمرار لأوباما ولكن لا تستطيع أن تبتعد كليا عن بايدن لأنه يا نائبة رئيس لزلزل هل سينجح ترامب في تشكيل صورة هارس أم سيكون هناك فرصة لهارس أن تشكل صورتها كما تريد هذه نقطة كتير مهمة سيلعب عليها ترامب بشكل كتير كتير كبير حكينا عن الأسلوب حكينا من هو الرئاسي أو غير الرئاسي النخبة الأمريكية تعطي الكثير من الأهمية لفكرة هو إز برزيدانشل هو إز ناط نجحت الضغوط على ترامب في المبارزة الماضية بأنه مثل ما كان عم بقول أستاذ عماد بالبدايات بدايات المناظرة أن يعطي هذا الشكل الرئاسي لحضوره بس ديس ناط ترامب وهو غير مرتاح في هذا الدور أعتقد أنه يعلم أن هذه مناظرة حاسمة أولا أنا حاسمة لهارس يعني هل ستخرج هذه أهم لحظة سياسية بكل مشواره بالكارير اليوم أهم لحظة سياسية فسيعمد إلى محاولة تشكيل صورة هارس كما يريده هو في الأيام المقبلة 50-57 يوم المقبلة وهارس ستحاول أن تصنع صورتها بشكل مستقل عما يريده ترامب هذا صلب المعرك اليوم بس لأنه حكينا عن الشكل صحيح أنه أغلقوا البيكروفونات بس ولكن أنا أعتقد ABC News اتفقت مع الحملتين بأن يكون فيه سبلت سكرين يعني لما بيكون أحد المرشيين عم يحكي عم يشوف في البادي لانجوج كيف يتحرق إذا تضحك إذا عمل هذه كلها موجودة لنعرف انطباعه فهذه كثير مهمة بمراقبة المناظرة أدي هذه أو إلى أي مدى هذه مهمة لدى الناخب الأمريكي يعني حتى لو لم يستطع ترامب مقاطعتها وهارس لا تستطيع لأنه المايك مغلق إلى أي مدى ينتبه الأمريكيون يراقب الأمريكيون حركات الجسد عيون ترامب أيضا يركز عليها الإعلام الأمريكي أنه عندما يرفع جفونه إلى الأعلى إذا استعزأ بها إذا أعطى بعض الحركات في وجهه حين تتكلم قد تكون نوع من الاستهزاء صحيح وسيعمد إلى ذلك أنا أعطي ما بيقدر وهي أيضا حين تتهمه بالكذب لن تقول أنك كذب لأن المايك مقفل بس ولكن ربما ستعمل كذا يمكن قراءة أصلا الشفاء هو الاتفاق أنه في شكل الدكور أنه يكون البوديوم اللي هو المنصة اللي كل طرف سيقف عليها المسافة بينهما ستة أقدام هي ستة أقدام من ناحية المساحة لكن الفوارق التي تجمع والتي تفرق ما بين ترامب وهارس مثل الفارق بين السماء والأرض لأنه هو بيمثل يمين شعبوي وهي بتمثل يسار ديمقراطي لابد أن ننبه أنه في عدة أمور جديدة يصنحها التاريخ ولا تغيب عن الزملاء أو كثير من اللي بيشاهدون في شيء جديد هي أول مرة تلتقي ترامب للمرة الأولى ستتعرف على ترامب شخصيا اليوم للمرة الأولى هي كانت في الكونغرس وقت رئاسته لكن لم يلتقيها لم يلتقيها وهو قاطع إدارة بايدن بكل الإحيانات الرسمية هذه هي المرة الأولى في التاريخ التي يأتي فيها رئيس سابق ويحاول أن يعود للرئاسة في انتخابات أمام نائبة رئيس اختيرت في 126 يوم قبيل الانتخابات هو اختيارة للمرة الأولى ولكن كان هناك سابقا أنه رئيس عاد بس ولكن لا أتكلم أنه الرئيس الذي عاد ينافس نائبة نائبة رئيس كومبو يعني الكمبينيشن اللي هو حاصل ده لم يحدث من قبل فنحن نتحدث عن حالة فريدة يترقبها الناس السؤال اللي أنا عايز أسأله في المحاورة أو المناظرة ما بين ترامب والسيدة هيلاري تمت المصافحة في كل مرة في لقاء بايدن وترامب لم يصافح بعضهم البعض اليوم ترامب الذي يعني العدائي والذي يريد أن يثبت أنه ليس ضد المرأة مش مساجن كما يقولون هل سيصافح أم لا يعني كيف ستكون الدخلة أو البداية لأنها ستدي مؤشر على طول للحالة النفسية والبادي موفمينت الشكل الجسد الذي يعبر به كل طرف عن رؤيته لهذه الأمور النقطة الأخيرة اللي عايز أقولها أنه هذه الانتخابات اليوم 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 في تمانية ونص مليون ما يسمى بالزي جانيريشن اللي هو من سن 18 إلى سن 27 دخل إلى الانتخابات وأصبح لمن حقه التصويت يعني من 2000 من آخر انتخابات حتى الآن أصبح من حق 8.5 مليون شخص أن يدخلوا في الانتخابات مجموعة زي جانيريشن 41 مليون يعني من هم تحت هذا المزاج لل41 مليون واللي منهم 8.5 مليون واللي هم متعدد الأعراق متعدد الأعراق والخلفيات والأجناس وال white protestant blacks indians كل هذا الكلام مزاجهم الانتخابي هنا بتأتي مشكلة الاستطلاعات الرأي كيف يمكن رصد هؤلاء يعني استطلاعات الرأي دائما ترصد مجموعات معتبرة منتقا معروف مزاجها يمكن الوصول إليها لكن المجموعة دي محدش يعرف بالزبط من زيها رايح هذا التنافس بين X وتر سابقا وتيك توك صحيح ستكون المنافسة بين تيك توك وأكس وهنا أريد العودة لأنه تفصلنا ست دقائق عن المناظرة الانديسايسيف أمريكان من لم يقررون يعرفون ترامب يعني هل يمكن اليوم أن نرزم أنه بغض النظر عن أداء ترامب لن يفوز بأصوات المترددين إنما كمالة لديها الحظ أنه تستميل المجموعة اللي ما بيعرفو كمالة اللي ما بيعرفو مترددين لأن شخصية ترامب معروفة إن كانت بالمناظرات أو في السنوات الأربعة التي أمضاها في الويت هاوس يعتمد على كمالة اليوم بعتقد موفق إذا كمالة أعطت إشارات تطمئن الناخب الأمريكي بأضايا الهجرة بأضايا الإجهاد بأضايا الاقتصاد يعني في قضايا أساسية عند الناخب الأمريكي بده أجوب عليها مش كتير واقف عند الأداء على كل حال يقال بأمريكا أنه دي بيتس دي دونت ماتر تل دي ماتر تل دي ريلي ماتر يعني دي بيتس جزء من تركيبة ولعبة النظام إلى أن تتحول المناظرة إلى عامل مقرر في شخصية الرئيس المقبل وأعتقد يعني في إجماع أنه فقط خصوصية المناظرة اليوم أنه كمالة بما أنه 28 إلى 30 ما بيعرفوها وهي أهم مناظرة تلفزيونية وحالة سياسية بتاريخها هذه جوب انترفيو معزعا بيقولوا أنه هذا جوب انترفيو عليها أن تقنع الناخب الأمريكي وتحديدا المتردد والذي أو غير مقرر أو مستقل أو اللي بيتأرجح والهنيمون خلص هي خلص الهنيمون من أسبوع بعد المؤتمر فهي اليوم عندها جوب انترفيو لازم تقنع الناس بس في شغلي ردا على سؤالك بالمباشر ترامب معروف واللي بيمشي مع ترامب هو خيار اسلوب بالتعاطي السياسي لما دخل ترامب المعترك السياسي كان هناك عدد كبير من الأمريكيين من أنت أنا أقول مع ترامب فهناك عدد كبير من هنا جاءت المفاجأة في استطلاعات حين هزم هيلاري كلينتون لأن الاستطلاعات كانت تعطيه أرجحية بشكل كبير وجاءت المفاجأة لأنه عدد كبير من الأمريكيين ما قالوا ما قالوا يسمونه ترامب يعني مستحي يقول أنا ترامب الآن قلص اللي مع ترامب مع ترامب ولن يغير رأيه ولذلك كمل لديها فرصة بأن تقنع ربما إذا أبلت بلاء حسنا اليوم في المناظرة المتأرجحين والنخبين للجدر الذين دخلوا ولم يقرروا بعد وغير معروف ومن الصعب التنبؤ بكيفية سلوكهم السياسي أو الانتخاب هم طلاب الجامعات والسؤال كمان أيضا يبقى أنه الجامعات الأمريكية بسبب حرب غزة كان هناك عدد كبير من المظاهرات والاحتجاجات اليوم أمام المبنى في الجامعات الأمريكية من أسبوع عادة طلاب إلى الجامعات يعني في المناظرة اليوم عودة الطلاب المجموعة التي تحدث عنها أستاذ عماد بأنها عادت ومن الصعب أن نتكاهد بكيف ستتسر فالكثير من الأسئلة ما عنا أجوب علىها بس كمان في مبالغة بمسألة جانزي وكأنها كتلة صماء يعني يربطها العامل العمري وبالتالي تصوت بسبب سنة باتجاه معا بأعتقد في مبالغة الهوية مسألة مركبة يعني لما منحكي عن لاتسين عم نحكي عن المرأة طيب ميلوني امرأة في إيطال طيب أي هوية عم تلعب أكتر كونها امرأة كونها امرأة بيضاء كونها امرأة بيضاء يمينية يعني الهوية مسألة كتير مع عادة